الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 حساس ضغط مدخل الشاحن التوربيني الشاحن الفائق منخفض تيار الصمام الخانقي ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 التي تحتوي على شاحن توربيني أو مستشعر ضغط مدخل الشاحن الفائق قد تشمل العلامة التجارية للمركبات على سبيل المثال للحصر فورد، دوج، زحلة، نيسانا، سوبارو، هوندا، إلخ على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أدرازو المحرك يشير رمز P012C هذا إلى حالة منخفضة داخل دائرة مستشعر ضغط مدخل توربو الشاحن الفائق TCAP، الشاحن التوربيني، الشاحن الفائق مسؤول عن زيادة الكفاءة الحجمية، كمية الهواء، داخل غرفة الاحتراق من خلال خلق ضغط داخل نظام السحب، بشكل عام، الشواحن التوربينية مدفوعة بالعادم والشواحن الفائقة مدفوعة بالسير، مدخل الشاحن التوربيني، الفائق هو المكان الذي يحصلون فيه على الهواء المفلتر من مرشح الهواء، يعمل مستشعر المدخل مع ECM وحدة التحكم الإلكترونية، أو PCM، وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة، من أجل مراقبة ضغط المدخل وتنظيمه، يشير downstream of صمام الخانق، ما هو جهاز استشعار المدخل المحدد الذي به عطل وموقعه، قد يشتمل مستشعر الضغط أيضا على مستشعر درجة حرارة فيه، يرتبط رمز الأعطال هذا أرتبط نثيقا باء P012A و P012B و P012B ما هي بعض إعراض الكود؟ قد تتضمن أعراض رمز محرك P012C ما يلي، تدخل السيارة في وضع يعرج الوضع الآمن للفشل، ضجيج المحرك الأداء الضعيف توقف المحرك التوقف عن استهلاك الوقود بعد المسافة المقطوعة ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز؟ قد تكون أسباب هذه التعليمات البرمجية مستشعر ضغط مدخل توربو، سوبرشارجر المعيبة مشكلة تسخير الأسلاك المكسور أو التالف مشكلة في النظام الكهربائي العام مشكلة ECM مشكلة دبوس، موصل، أي التآكل الحرارة الزائدة، ألخ مرشح الهواء المسدود أو التالف ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها؟ تأكد من التحقق من نشرات الخدمات الفنية لسيارتك، على سبيل المثال، هناك مشكلة معروفة في بعض محركات فورد F-150 إيكو بوست والوصول إلى إصلاح معروف يمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص، الأدوات عندما تعمل مع الأنظمة الكهربائية، فإن بعض الأدوات الأساسية التي من الجيد أن تكون لديك هي قارئ رمز OBD متعدد المقابس مجموعة السقاطة الأساسية ومجموعات مفتاح الربط مجموعة مفك البراغ الأساسية مناشف الخرقة المتجر منظف محطة البطارية دليل الخدمة نصائح السلامة دعم حرك التباشير البارد عجلات ارتداء معدات الحماية الشخصية الخطوة الأساسية هاش واحد فحص بصري TCAP والمناطق المحيطة بها نظرا لطبيعة هذه الرموز فمن المحتمل جيدا أن يكون هناك نوع من المشكلة الجسدية التي تسبب هذه المشكلة ومع ذلك، تحقق من الحزام تماما لأن تسخير هذه المستشعرات يعمل عادة على طول المناطق التي توجد فيها درجات حرارة عالية للغاية لتحديد موقع دائرة المستشعر المعطوبة، يرجى الرجوع إلى صمام الصمام الخانق، معنى المصب بعد الصمام الخانق أو الجانب الأقرب نحو مشعب السحب، عادة ما يتم تركيب صمام الخانق على مشعب السحب نفسه، بمجرد تحديد موقع TCAP، اتبع الأسلاك الخارجة منه وفحص أي أسلاك مهترئة، مقطوعة، مقطوعة قد تسبب مشكلته اعتمادا على موقع المستشعر على طرازك وطرازك، قد يكون لديك وصول كاف إلى موصل المستشعرات إذا كان الأمر كذلك، يمكنك فصله وفحص اللمس ومير للتآكل، لحظة، اللون الأخضر هو علامة جيدة على وجود تأكل، افحصات جميع الإشارة الأرضية بصريا وبحث عن وصلة أرضية متأكلة أو فطفاضة، يمكن أن تسبب مشاكلة دناخل النظام الكهربي العام وستأدي إلى مشاكلات في القيادة وقلت الإمسيا في المقطوع بين المشكلات الأخرى غير ذات السلطة، الخطو الأساسي رقم 2 اعتمادا على نوع السيارة رازهائي، قد يكون هنوك أو ستخدام للدئارتن، يمكن وضع صنق ديق اللمصاهر في أي مكان تقريبا في السيارة، ولكون هناك عدد قليون لأمني الأماكن الجيدة للبدئة، تحت لوحة القيادة، خلف صندوق أو القفيزات، تحت غطاء لمحرك، تحت المقعدة للخة، حيد مكان اللمصاهر وتأكدي من أنه ينصب أو لافتحه بحكامة وأنه لا ينفجر، نصيحة أسياسية هاش ثلاثة حقق من الفلتر الخاصة بوك، افحصاد مرشح أو لهواء بصرية، نبحث عن علامات لا نسداد أو القذار، قد يأدي أو لم رشح المسدد إلى حدوث حولت ضغط منخ نفد، لذلكاف، إذا كان مرشح لهواء مصدودا أو يظهر أي علامة تلف، مثل تسرب اللموية، في جبأسة بودالة، هذه طريق فعلة من حيث التكلفة لست بعائد ذلك لإنه في معظم الأحيان تكوانفالوتر اللهوة غير مكلف وسهلة لا ستبدال، لحظة، تحقق لمعرف ما إذا كان فلتر الهواء الخاص بوك، قابلت ننظيف، إذا كان الأمر كذلك فقط تتمكون من تنظيف الفلتر الخاص بوك، بيدلا من استبدال التجميع بوكمله، الخطو الأساسي رقم أربعة إذا تحقق كل شيء في هذه لمرحلة، ولا يزال يتعذر عليك كالعثور على عطل، فسوف أتحقق من الدائر نفسهاي، قد يقدم ذلك فصل الموصل الكهربائي ECM أو PCM، لذات أكد من توصيل البطاري، إجب إجراء الأختبارات الكهربائي ECM الأساسيتي على الهدار، التحقق من إلى استمراري، والتحقق من قصير إلى الأرض، والطاق الخسيشير أي نوع من الفتحالف أو القصير إلى مشاكل يجب إصلوحها، حاضى سعيدة